يجري وفد وزاري رفيع المستوى زيارة إلى تركيا غدا الخميس الخارجية التركية أفادت في بيان بأن وزير الخارجية فؤاد حسين سيرأس وفدا عراقيا من المقرر أن يعقد اجتماعين الأول لمجموعة التخطيط العراقية التركية المنبثقة عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون بين البلدين والآخر يتمثل بعقد الاجتماع الرابع للآلية الأمنية الرفيعة المستوى برئاسة الوزير حسين وناظيره التركيها كان في دان ومشاركة وزيري الدفاع وممثلين عن الداخلية والمخابرات لمناقشة التطورات الإقليمية والجوانب المختلفة وبينها الأمنية في علاقات الدولتين الجارتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر